ما كانش بيخاف من انه هو يشتغل مع اي نجم من النجوم على الرغم من انه كسر مقاييس النجومية شكلا موضوعا يمكن الجان المعروف انه دايما يكون نجم اسماعيل ياسين كان نجم في مكانه وهو مش جان ولكن كان محبوب جدا هل كان بيخشى اي نجم؟ خالص على الاطلاق لا نجم ولا نجمة يعني ممكن يقف قدام اي حد فريد شوقي احمد رمزي رشجة ابازة محمود المليجي اي اسم من الاسماء اللي كانت معاصرة لاسماعيل ياسين كان هو بيبقى اضافة لها يعني فريد لاطرش لما يجي يصور فيلم وقولوا اسماعيل ياسين قدامه ثلاث شهور علشان يفضل يقول لهم هستند ثلاث شهور ده ويفضل قاعد مستني لحد ما اسماعيل ياسين يخلص فلامه عشان يجي يشتغل معه في الفيلم اللي هو بيقدمه كان مؤمن بالثنائيات استاذ مار ما هي الثنائيات اتعملت في او تركبت على الشغل اللي يعني احنا ممكن لو هنقول ثنائيات هو ورياض الاصابجي الله رحمه او الشويش عطية عملوا ثنائي عمل افلام كتير مع مجدى مع شادية عمل مع شادية تقريبا 23 فيلم اه يعني لكن في النهاية ما تقدريش انه تقولي انه هو عمل ثنائية مع حد لان كان اي حد بيشتغل معه واي حد بيرحب يعني بيرستهم عمل مع كل فاتينات السلمة المصرية في الفترة ديت يعني ما كانش في حد بيرفض يشتغل مع اسماعيل ياسين إلا تقريبا عبدالحليم حافظ اللي مشتغلش معاه واعتقد انه هو مشتغلش معاه انه انه عبدالحليم ذاكي جدا ومدرك حجم نجومية اسماعيل ياسين واللي ممكن يعمل ايه معاه في الفيلم فمشتغلش معاه لكن ظهر معاه في مشهد واحد في فيلم بوليس سري اسماعيل ياسين بوليس سري وهو بيغني اغنيت في يوم من الايام وعبدالحليم حافظ قاعد بيتها المصرح المصرح مع ابو الصعود الابياري كان فيه كمان يعني حكايات كتيرة لها علاقة بالنقطة دي كلمنا شوي طبعا اسماعيل ياسين رغم كل النجاح اللي قدمه في السلمة إلا انه كان عاشق للمصرح خشبة المصرح دي كانت بالنسباله هي روحه وحياته حقيقي وفرح جدا لما اقترح عليه ابو الصعود الابياري انه هم يعملوا فرقة مصرحية لكن من الاسف ما كانش يعرف ان الفرقة المصرحية دي هي اللي هتجيب كل حاجة ورغم انه هو عملوا مواسم مصرحية ناجحة جدا وقدموا عدد كبير من المصرحيات واصل لأكتر من ستين مصرحية اتصور منهم تقريبا اتنين وخمسين مصرحية في التلفزيون لكن ان الهجور المصرح هي اللي كانت سبب في عملية الإفلاس اللي يعني مر بيها اسماعيل ياسين واللي كتبت تقريبا فصول النهاية مبكرا بسرعة جدا في محنته الأخيرة وفي لحظات موته مين كان وقف معاه؟ والله يعني هو يعني ولا رغم كل النجاحات دي ما كانش في حد معه؟ للأسف يعني للأسف للأسف أسرته أسرته بس لكن من الوسط الفني أو كده لا تخلوا عنه كله ميش تخلي بس كانت الناس مجهولة كل واحد ملهي في والناس دايما بتبص على اللي فوق مجرد ما ينزل تحت شوية الناس للأسف ما بتشوفوش